بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي المساهدين في كل مكان واستاذ الأهل اليوم ومباراة الأهلي والزمالك في ختام كأس السوبر المصري مباراة التي ينتظرها الملايين من عشاق قرة القدم في كل مكان الأهلي حامل اللقب ثلاث سنوات متتالية و 14 مرة والزمالك الذي حصل على اللقب 4 مرات الأهلي يطمع أن النهاردة تكون اللقب رقم 15 والزمالك يطمع أن يكون اللقب الخامس مباراة طبعا بتأتي في ظروف غريبة جدا وظروف صعبة جدا 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 أهمها طبعا ما يحدث لكابتن عبدالوحد السيد مدير الكورة بندي الزمالك واثنين اللعبين مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وكان النهاردة في جلسة باستعجلة تم الموافقة عليها مبكرا ولكن في النهاية انتهى الأمر إلى استمرار الوضع على ما هو عليه والنطق بالحكم يوم 29 أكتوبر كنت أتمنى الحقيقة أن اللعب يكونوا موجودين مع فرقتهم النهاردة وأنه يشاهدوا المباراة أو حتى يمشوا ويسفروا على مصر ولكن هذا هو النظام وهذا هو القانون ولا نملك إلا أدع النادي الأهلي هو ما يهمنا عزيزي المشاهدين نادي الأهلي النهاردة في مباراة في غاية الأهمية حسب المعلومات المتوفرة من هناك من أبو ظبي أن الروح المعنوية رائعة وأن التركيز في أفضل حالاته وأن هناك أكتر من ثلاث أو أربع تغييرات في تشكيلة الفرقة النهاردة وكلها تصب في صالح الفريق في كل الأحوال اللي هيختاره كلر النهاردة إن شاء الله إحنا معاه حنساند وحنشجع وحنأيد ودرنا نحن بنتكلم وبنقول وبنشرح الدنيا ماشي إزاي التشكيلة عاملة إزاي اللعيبة الأفضل برضو ده من وجهة نظرنا لكن المدرب هو اللي بيوقف على حالة اللعيبة دائما وأبدا كل الأمنيات إن شاء الله الميستر كولر بالتوفيق في اختار التشكيلة المناسبة الصورة هتجيلكم بعد شوية الجماهير بدأت تتوافد منذ فترة ليست بالقليلة على أرض الملعب جمهور الأهلي مليان أو موجود بشكل كبير جدا جمهور الزمالك أيضا متواجد كل ما أشيع عن انسحاب نادي الزمالك هو كلام لا أساس له من الصحة وكل المعلومات الواردة إلينا من داخل معسكر نادي الزمالك إن اللعيبة مستعدة بشكل جيد وإن الأمور بتسير بشكل طبيعي جدا 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 صحيح ممكن يكون في غضب في حزن لكنه اللعيبة كمان مركزة جدا هناك في المباراة شايف أن المباراة مهمة جدا بالنسبة لها خصوصا إن الزمالك كان قد فاز بكأس السوبر على حساب الأهلي بدربات الترجيح وساعدة لا توصف لجماهير الزمالك منذ هذا الفوز حتى هذه اللحظة عايزين يأكدوا هذا الفوز أما النادي الأهلي فعايز يؤكد أنه مع حدثها كان مجرد كبوة فقط لا غير وأنه إن شاء الله قادر على تحقيق الفوز اليوم خصوصا إن هذه المباراة بتقود إلى مباراة أخرى وهي مباراة الأهلي والعين مباراة السوبر انتر كونتنينتل فيها ألقاب وفيها كأس الأفرع الساوي وفيها استمرار كمان لهذه البطولة التي تقام لأول مرة كالعادة النادي الأهلي هو أول من يمثلنا في كل المناسبات الكبرى